ضربة مالية جديدة تلقتها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة في العراق بعد قرار حكومي يقضي برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ألف لكل دينار عراقية فلم يكد يعلن القرار رسميا حتى التهبت أسعار السلع الضرورية بشكل كبير السعر صرف الدولار استكل فد صدمة للشعب العراقي والناس يعني ظاهر أن الحكومة ليست لها سياسة نقضية ثابتين وفواشين حتى بالاقتصاد يعني أنه المواطني عاني وهاي سعر الدولار من الارتفاع الشهر العامة وقفت الأسعار غلت أنا إذا أشوف العراق للأسوأ يوم بعد يوم والمواطن دي يتعب الرواتب يعني شون ضيعوها علينا الرواتب قامت شهر يدخل بشهر فإحنا نقول الله يكون بعالي أن المواطن الذي دخل محدود واللي يجور يومية المواد السلع غلت أسعارها الإجارات ما يقللوها يعني للأسوأ يعني السيد الكاظمي ما سوى شي يرفع الشعبي يشو يوم بعد يوم يعني بالنزلان البنك المركزي ووزارة المالية اعتبراء الإجراء ضروريا لتأمين مرتبات الموظفين للأشهر المقبلة فيما يقول مختصون أن خفض قيمة العملة المحلية لن يكون مجديا ما لم تتبعه إجراءات مالية صارمة أبرزها وقف نزيف العملة الأجنبية عن طريق مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي بشكل يومي ويبيع فيه الدولار بسعر أقل من سعر السوق لمجموعة محددة من المصارف التي بات يطلق عليها مصارف الحيتان الكبيرة حقيقة اليوم دولة منذ عدة سنوات لم تستطيع أن تسيطر على سعر صرف الدولار وتسيطر على مزاد العملة لأن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وأن تبعد هذه ملفات الفساد عن التوافقات السياسية بالتالي يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لحل هذه الملفات وحل حالته وأيضا محاسبة الفاسدين المسؤولين اليوم عن التضارب والأزمات الاقتصادية وبالتالي هي تلقي بظلالها سلبا على رزق المواطن وعلى ظروف المعيشية أعضاء كثر في البرلمان أكدوا أنهم ليمرروا مشروع الموازنة بصورته الحالية ما يعني أن المشهد مقبل على تجاذب آخر بين الحكومة والبرلمان لا يقل شعنا عن تجاذبات قانون الانتخابات لا يكاد المواطن البسيط يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى تزيد من فقره وسط شبهات واتهامات بالفساد لمنتفعين من القرار الأخير حيدر لأسد اسكاينيوز عربية بغداد